القصة اليوم الصراحة صعيبة لكي نعودها عبتني من اللي سمعتها وبقى في الحال حتى تراسف بلاست هذي كسيدة اللي تراليها هادشي كتشوف الظلم 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 بعينيه والقصة دينا كتبدا مع واحد سيدة تزوجت بولد عمها من اللي كان عندها 15 سنة وهذا بولد عمها كبر منها بزاف الفرق كان كبير وهو كان خدم بوليسي وكان صعيب صعيب بزاف قبيح 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 في اللول قلت مع العشراوات شي غادي تقدسي وغادي زي ما تأتي بجي الحياة ساعة كوال ومسكينة العصف صباح وفي الأشياء صباح وفي الأشياء في الممارش قاعدت ليعطيها وولدت مع اللولاني ومن بعد جاوهم جوجبنيات واحد في هذوك البنات خرجت معوقة وهم السيدة صبرة كتقولها هو غادي تقدسي اليوم هو غادي تقدسي ايو غادي يمع لي يمسكينة وصبرة مع دولي ذاتها وكتقول يكمي الخدمة ديالو الضغط يكمي معه تكون معه هو بوليسي يشوف الخدمة ديالو تكون صعيبة كل مرة كانت من اللي كانت تطلع لها صافي الزعاف كانت تطلع صافي كتعياما كتصبر كانت مشي عند عائلتها وعائلتها تقول لها لا احنا ما عندناش البنات لك يطلقوا وهذا بولد عمك وبتينتشوه هنا وبتينتشوه هنا وبتينتفعلي هذوك الأفكار لك يخرجوا لعيبه بلغمك يرجعوا لعقلهم حتى تكون صافي فاتل فوت السيدة تقوله واش فين متنبقى أنا غادي يباكا يا فين متنبقى غادي يباكا ويضربه قدام ولاده يعني كدولت تالينها نبقى صابرة ولكن كتشوف راسها محاصرة ما عنداش كيفاش تدير دي ما ما كينش اللي يدفعليها انت ترجع اللي عند دارهم ما يدفعوش الليها يعني ما كينش باي تلقاش الحل لراسها مهم داك الولد هاللي كبير تهوايا مسكين جاتوا واحد الوقت في ايامات الحرب مهم باش تعرفوا الاحداث هاد الاحداث للقساطرات في سوريا لانه الولد مسكين في ايامات الحرب ضربه جاتوا واحد القرطة صفراسوا ضربته ولا تهوايا معواق وشو فراه كله نيتو كله فعلو ها وماذا باولادو كيفاشي وحاكين ها بتي مك يخموش من الباشر مك يخممش مك يفكرش على انه كين واحد النار كين الحساب بقات السيدي صابرة مع هاد السيد سبعة وعشرين سانة وتصوروا انتوما سبعة وعشرين سانة دي اللاصة صباح وعشية دي ما قال لك الجيران كي سمعوا فيها مسكينة كتغوت وكتضروا ما كي قدروش يمشي وحامي وعليها قدما كيش لانه كله واحد ودخلت سوق راسه وهو يدفع اليوم ثم ما ديل لهم سعصة المهم سيدي باديك سبعة وعشرين سانة سافي سيدة سافي سافي وصلت للحد ديالا اره تيبا لي انا صبرت بزاف سبعة وعشرين سانة سافي وصلت للاخر ديالا مشت عند عائل تدت ولا دا مشت عندهم قالت لي هم هذه هي الخرلية شوفوا لي اشي حل مع هاد خيين هذا انا الله لا بقي رجعت لي واخي عارف انه موت انا ولادي ولا ما بقي رجع لي الله يهديك عسينين دوز ديالا معا مده ديالا شو بيت ادي انا ما بقيش وبيت نبقى مع هاد سيدة انا صافي ساليت ما بقيش انقدرت لانه ممكنش داك شي لا صبرت وصبرت على قبل ولادي صافي وصلت الحد ديالي من اللي شافوها هكاك مقره هكاياك صافي جات بعتها هو عند دارهم وقالك بيديها صحا قلت لي انا ما رجعش معاك صافي انا غدي نطلق منك انا ما بقيش وبيت نعيش معاك ما زال صافي انا عيت وفاض بياك صافي خلها عند دارهم قول جهد داك عام ما كيجيش عندها وهي تايا يقلس عن دارهم مرتاحة بعدها دار واحد النهار صافي شافت القادية ما غدي تزيدش لقدام حل لمي يكنع لا خلناك كعائلتة يا وقفة ما كايش اللي مبغوش يشوفوا معاش حل نهائي وهي تشجع ويتمشي للمحكمة وطلبات دفعات الدوسة ديالي طلاق ولي 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 السيدة اجدار سيدة اكيد من اللي تدفع الدوسة اكيد صافي طوليه برا باش يحضر جاف الجلسة اللولانية دياله هذيك اللي كيدروا ديال باش يقول ليهم زعمال القادية ما تصالحوا ما تصالحوا واش توصلوا زعمال تلعنوا الشيطان مو يمكن تعرفوا ديك الهضرة اللي كد قال المره قلت لي انا مقرق مياه في المياه ما باقيش بيتنزيد معا ذا الرجل ولا نهار واحد وهو كيشوف فيها وطالع ليه زعف وكيخنزر فيها كيخنزر فيها كايا ما تراوالوا في هذيك الجلسة صافي مش اعطوهم نهار خور باش يجيوا بقى تتسنى في المحكمة هي حتى يخرجوا هوايا زعم ما يتفوت عادة باش ديك الساعة تخرج هي قى تتسنى واحد شوية من بعد ملي خرجات لقاتو كيتسنى في الباب قال لي هاي لك اكملتي في هذي الطريق انا ما غديش نخليك في هذي الدنيا هذي يعني انتي تعرفي اشن اللي خاص يسلكك وتشوفي ولادك لمن غديتخليهم والو السيدة باش تعرف انها وخب ذاك التهديد واذاك الشي ما بغاعتش تراجع مثل صافي ايوا السيدة من بعد مشات لصافي مشات عندها مشات للدار في نقيسة مع اخوالها حد النهار ذاك خالها راجع في حالو والدارو بالطموبيلته وخاصو القاراج ديالو خاص اللي يحلو يعني ما كيتحلش اوتوماتيك كيتحل بليد صافي ايه كلاكسونا تاذا خرجات هي مسكين المراع دينيت خرجات بتحل لخالها القاراج باش ي باش يدخل طموبيلة ديالو غير هي مسكين حلات البابط القاراج وهو يتلح على هذك خينش دا جر جرها جر جرها جر جرها تبعدها على شوية دارها كايا تفوت على طموبيلة ديالخالها وبقى كي يضرف فيها كي يضرف فيها تيضرف فيها ويجي بدا ذاك الفردي ديالو ديال الخدمة اخوالك اللي سيضرف فيها يضرف فيها ميجا خالها يبط من طموبيلة ويجي يجري تباش يفك بنت خطو حتى مسكينه يلقاها صافي اخوالك اللي سيضرف فيها 21 قرطاصة وتصوروا ضربها فيها كاملة مسكينة صافي ويضربها بهربا الخال بقى كي يزف بنت خطوها كايك يحاول صافي السيدة ماتت جاء الإسعاف جاءوا الجيران اللي كانوا تم قاعد تلموا صافي ما كانش ما ما كان ما يعدقوا ما زال المهم جالبولي سدروا التحقيق وهذا الشي بين العملية شنو اللي داشك ولي دارها كي يقلبوا عليه مالقاوش صافي النهار ديال الدفين ديال السيدة في المقبارة تيدفنوا في السيدة كي يالناس مضايرين بالقبارة كي يسمعوا شوية كي يسمعوا الدق ديال القرطاص شوية قريب ليهم بشو تبعوا الصوت نتاع القرطاص منين جايقة هو هدك خيينة رجلة وهو اللي قلق درب قرطاص في الجنب ديال كرشو وشي قرطاص في ديه صافي نيسي دائما ما كي يلموت لأولو الزود السبيطار البوليس قال صافي بقى كيتسنا في تخرج من السبيطار دهو الحيبس وده باق را كيتسنا محاكمة ديالو ورابينا باش بيحكموا عليه وده بتصوره الدلم مسكينة هذيك المرة الدلم اللي تعرضت عليه باش توصلت له هاد الدرجة وفالاخر قال لك السيد بوين طاحر اه وجاتا لحد المقبرة زعمة باش يسمع وباز زعمة شي شميت شي اشبه الرجال ايش زعماء ايش نزعماء تغير شادك قطح براسك شاد عندك فردي تدير به ما بويت وتمشي ديك المرات دير فيها تايش عيد ديك وتضربها في صباحها وفرواحها شكو انت بسلامة لا شكو انت ويتدوك العائلة عائلة ناكي قاروني كيف قسوني لا معد ناشحنا اللي يتطلق عندك شو الله وسمح بالطلاق وانتو مش كون ما انا كملت معاكم القصة اليوم انت لغوفي بجيز جانش الله